صبع لحظاكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر أسابيع قليلة جدا بتفصلنا عن الحدث الثقافي اللي بنستناه كلنا كمصريين محبي القراءة من السنة للسنة وهو معرض القاهرة الدولي للكتاب اللي بيشهد في دورته الـ 54 تطورات كتيرة خاصة فيما يخص تحديدا قطاع النشر تحية الأمر أن الفترة الأخيرة كان فيه نشاط ملحوظ اللي هي دور النشر المصرية ومشاركات كتيرة في عدد من المعارض زي معرض جدة بغداد والشرقة وفرانكفورت وغيرها من المعارض اللي هنتعرف على تفاصيل المشاركة فيها لدور النشر عن كمان الدورة المقبلة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب من رئيس اتحاد الناشرين المصريين الأستاذ سعيد عبدو اللي مشرفنا في الستوديو صباح الخير يا سيد سعيد صباح الفل عليك وعلى كل المشاهدين الكرام يعني أعوزيني نعرف بس في البداية يعني آخر الاستعدادات للنسخة رقم 54 من معرض الكتاب هو النهاردة يمكن فيه الساعة ثلاثة بإذن الله فيه اللجنة العليا اجتماع للجنة العليا من الاجتماعات المتقربة أو في فترة الأخيرة عشان الإسراع بإنهاء التفاصيل الكتير القصة بالناس ترتيب الأجنحة عدد المشاركين من مصر عدد المشاركين من دول العربية ومن دول العالم لأنها فيه إقبال كبير جدا على المشاركة على الرغم من ثبات المساحة مساحة ما زالت فيها هي خمس صريات أو خمس قاعات ولكن العدد بيزداد كل سنة مع نجاح المعرض وده يعتبر من أكبر المعارض على مستوى العالم إذ لم يكن الأكبر الثبات المساحة بيترجم لثبات العارضين والمشاركين وزيادة عدد الوافدين ولا مش بالضرورة؟ لا مش بالضرورة ثبات العارضين لأنها بيتعامل قرعة بين العدد المتقدم للمعرض وفي بعض دور نشري يمكن حالة ظروفهم تبقى لظروف الاقتصادية الموجودة لأنه يشارك فيه دور نشر بتعتذر فيه دور نشر جديدة بتخش يعني أنا عندي نسبة يعني من 15 إلى 20% زيادة في عدد دور نشر المسجلة لده الاتحاد الجديد ده عاوز يشارك الجديد ده عاوز يوجد له مساحة واللي تسجل السنة اللي فات أو من 6 شهور بدأ يبقى له إنتاج فيه دور نشر جديدة بتتسجل لجنة القيد ما زالت دلوقتي وده الحياة ده حاجة مطمئنة على يعني مستقبل الكتب والكتاب والله هي مطمئنة لنسبة لصنعة النشر وبما التحديات الاقتصادية بتقول يعني ممكن يحسن تخارج على الرغم من كل الأحداث اللي موجودة اللي هي المانعة في الظاهر طبعا إنما في بعض دور نشر في بعض الشباب مقبل على هذا الأمر كنوع من أولا لأنه نتعرف عدد الوظيف صعبة جدا فالاتجاه للعمل الخاص ويمكن الشباب المثقف بالذات بيلاقي في نفسه في هذا الاتجاه فكنوع من العمل بيجبع رغبته وفي نفس الوقت بيحال ووظيفة يعني أنا أو منشأة صغيرة متنية الصغيرة بيزاي بيشتغل بيعتمد على نفسه والحاجة الوحيد بيشجع هذا الاتجاه لأنه الشاب لما بيلاقي فرصة عمل كمان بيشغل معه حد تاني صحيح طيب إيه الجديد والمختلف في النسخة رقم 54 من معرض القائرة الدولي الكتاب الجديد هتلاقي التنوع التنوع السنة دي كبير جدا الحاجة التانية كمان أنه التخصص الأكتر يعني السنة لفتك أنه عملنا تجربة اللي هو أو اللي قبلها كمان اللي هو فيه صرايا خاصة بالأطفال وكتب الأطفال وبعدين الكتاب التعليمي وبعدين قالنا معها الوسائل التعليمية السنة دي كل ما يخص الطفل هتلاقيه في هذه القاعة وفضينا القاعات التانية بحيث أنها يعني يبقى فيه تخص الكتاب الجامعي أو الكتاب العلمي هتلاقيه في مكان الكتاب المستورد برضو في مكان كتب التراث والكتب الإسلامية أو النشر المتخص في هذا المجال في سراءة أربعة عفوا مع تواجد المؤسسات الصحفية موجودة في سراءة أربعة سراءة ثلاثة اللي نشرين العرب والعرض الأجنحة العرض العام واحد واثنين اللي هو النشر العام مع اللي هو القسمين اللي بقولها الكتاب المتخص والكتاب الأجنبي يعني خلينا نقف تحديداً عند الطفل لأن فيه اهتمام كبير من الدولة ويمكن إحنا شفنا جايزة الدولة للمبدع الصغير ويمكن بعض من الأحزاب والكينات السياسية تحديداً بتعمل أيضاً على هذا التوجه وتوجه الدولة شفنا تنسيقات شباب الأحزاب والسياسيين بتعمل ابني أديباً زي بيتم ترجمة يعني هذا النوع تحديداً من الاهتمام بالطفل ليه صور وكتب تعرض في معرض القاهرة الدولي للأكتاب والحياة يعني الطفل بيحظر باهتمام كبير جداً بالنسبة لدول النشر المصرية والعربية أيضاً والعالمية لأن الطفل هو ده المستقبل بالنسبة للقراءة بالنسبة لنا كناشرين هو الطفل احنا بالرب يجي للمستقبل نعم وبنحضه على القراءة وخاصة في المرحلة الأولى من حياته الكتاب المشوق لشكل الكتاب الإخراج بتاع الكتاب الألوان المبهرة في وسائل تعليمية أيضاً خاصة بالفترات العمرية للسن الصغير لغاية لغاية سن 13 سنة في الكتب التعليمية برضو اللي هي ما قبل المدرسة موجودة الكتاب الأجنبي اللي يخصه في خلال هذه الفترة السنية برضو موجود فبيحظر بإقبال جديد كبير جداً ويمكن شخصية العام السنة دي بالنسبة لكتاب الطفل اللي هو الأستاذ نجيب الكلاني الكاتب الكبير رائد أدام الأطفال أنه بيحتفلوا بيه بإنتاجه اللي قدمه يعني يمكن عمل للمكتبة العربية يعني جزء كبير جداً ساهم به هو نجيب الكلاني قبل رواد كتير من اللي موجودين الآن نعم ده فيما يخصه شخصية الطفل لكن من شخصية العام لهذه النسخة 54 من معرض وقالة دولة الكتاب الشخصيات ودولة الشرف الحياة بس أنا مش متذكر الاتنين معلش أنا أسف على الإجابة دولة الشرف يمكن النهاردة النهاردة بنرتب اللي هو الصورة النهائية بالكامل أقدر أجاوبك لأنه يعني معلش لسه في تعديلات وأنا فاهم ده طبعاً متفاهم أسبب الأحداث بالنسبة لدي لازم اللي هو تنتهي جلسة النهاردة موافقة النهائية على هذه الأسباب أو بعدين نتكلم ده فيما يخص الشخصيات وأيضاً دولة الشرف ولا ممكن دولة الشرف في لجنة العليا بتحدد وأنا يمكن أنا واحد من المشاركين أو الشريك الأساسي كالتحاد نشرين إنما أنا بطرقها للدكتور أحمد بهي الدين رئيس الهيئة والمقتص بهذا الأمر طيب عدد دور النشر المشاركة السنة دي عدد دور النشر السنة دي يزيد عن 1200 ولو حطينا التوكلات اللي هي بتتاح للنشرين هيصل أكبر من كده بكتير لأنه التوكيل هو نشر في النهاية بيدي توكيل لنشر مصري هنا أو نشر عربي آخر وفي نشرين مصريين أيضا بيسمحوا بالتوكلات مسموح بيها يعني يمكن بعد مساحة 18 متر عندنا توكيل وتوكيلين حسب المساحة المتاحة للنشرين طيب هل في استفادة من التقدم التوكلولوجي الموجود حاليا اللي يمكن بيترجم لصورة كتاب ديجيتال أو كتب صوتية موجودة من خلال طرحها من خلال ربما موقع دي الحياة بدأت يعني تحتل مكانها الطبيعي وكل يوم بتزداد ويزداد إقبال عدد النشرين اللي هم يعني بيستفيدوا من التقدم الجديدة أو الفرجن الجديد اللي هو الصوتي أو الورق أو الرقمي وأنا بدعه برضو بشجع دايما للنشرين أنه يستفيد لأنه عمل المحتوى الورقي ومن خلاله يقدر في نفس الوقت يعمل رقمي وبعضها ممكن يتحاول صوتي لأنه مش كل شيء يصلح للصوتي وبدأ على يعني وعندنا حاليا عندنا دلوقتي الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية اللي بتحفظ حقوق النشر دي 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 بتساعدنا الحياة يعني دي حاجة مهمة جدا وأتمنى أن آلياتها تنتهي قريب يعني وتظهر للواقع العملي لأنها هي بتحمي الصناعة مش بتحمي صناعة النشر بس هي الملكية الفكرية بشكل عام الملكية الفكرية في الصناعة في الزراعة في التجارة الإبداع إنما بالنسبة لنا يعني دي دي نقطة يعني أنا باعتبرها مية المحاياة بالنسبة لنا لأنه احنا بنتعرض لانتهاءات كبيرة جدا صحيح على المستوى في داخل مصر وخارج مصر الانتهاءات كبير جدا وضياحه الناشر واستثماراته وضياحه المؤلف في هذا المجال عشان كده احنا عاملين تعديل في قانون ملكية الفكرية أتمنى أنها يحظى الاهتمام من القائمين على تنفيذ الاستراتيجية لأنه فيه هيئة خاصة للملكية الفكرية دلوقتي وبرضو احنا مقدمين للبرلمان مقدمين لجهات كتيرة جدا أنه ضروري تعديل القانون لأنه الآن أصبح حياة غير مجدية وأعتقد يتم الاستجابة لي لأنه لم يكن الأمر هاما بالنسبة للدولة لحماية المستثمرين وحماية الأفكار ما كانتش أنتجت هذه الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية وفي حدث مهم جدا أنه رئيس الوايب واللي هي المنظمة العالمية من الملكية الفكرية لم يزور دولة في الشرق الأوسط غير مصر وفي منعشة الاستراتيجية دي حضر قابل سيطة الرئيس لأنه دي مسألة مهمة جدا صحي فحضور رئيس هذه المنظمة يعني معناها أنه مصر رعاية للملكية الفكرية مصر مهتمة بهذا المجال وعلى فكرة حماية الملكية الفكرية لها أثر كبير جدا على كل الصناعات صحيح ويمكن عندنا تجربة في كورونا لو لم يكن في حماية للمبدعين والمقترعين للمصر أو أنه يعني فيه حيبقى فيه عائد بالنسبة له ما كانش تتسابق الدول العالم والشركات الأدوية العالمية وحصدت مليارات من إنتاج مصر لهذا المرض يعني صحيح سعيد عاوزين نتكلم على المشاركات الدولية لدور النشر في معرض الكتاب في نسخته للـ 54 السنة فيه مشاركة عربية كبيرة جدا طبعا الكويت وعندنا ليبيا وعندنا المغرب ولبنان فيه توجد كبير جدا السعودية يعني أنا شايف أنه فيه تمثيل من معظم الدول العربية في الدول الأجنوبية طبعا موجود في أسبانيا في ألمانيا في إنجلترا في أمريكا في من جنوب شرق أسيا طبعا الهند ممثلة في عدد كبير من النشرين الصين يعني مين ما بيحبش كونه معرض دولي أه طبعا لأنه هذا الحدث الأكبر وفرصة كبيرة جدا للنشرين وتبادل حقوق البيع بالنسبة للنشر المشترك ممكن هما يدونا بعض الحاجات إحنا بنتشاري حقوق نشر وإحنا بالتالي برضو بمبيح حقوق نشر لبعض الدول لتبادل الثقافة ده جزء مهم جدا بمناسبة الحديث عن التبادل الثقافي تحديدا نريد أن نتكلم على مشاركة دور النشر المصرية في المعارض الأخرى الخارجية بنتكلم على معرض زي معرض جدة ومعرض العراق أقول لك حقيقة الحاجة النشر المصري هو رومانت المزام في كل المعارض العربية هو بيشكل نسبة كبيرة جدا وجزء من نجاح أي معرض يعني إحنا كان عندنا معرض دلوقتي فيه معرض بغداد وفيه معرض جد اتنين في وقت واحد يعني قابلي كان فرانكفورت كان فيه الشرقة كان فيه الكويت كان فيه بنغازي لأول مرة بالرغم من الظروف لسه في ليبيا لم تستقر ناما كان فيه المعرض في بنغازي إيه أهمية المشاركة الدولية تحديدا لقطاع النشر في هذه المعارض يعني أكثر من هدف أولا نشر الثقافة المصرية تلبيت حاجة القارئ للعربية من الإبداع المصري الجزء الثاني هي هدف اقتصادي كمان التصدير الثقافة المصرية والحصول على عائد من التصدير ده بيساعد النشر على الاستمرار في ظل الظروف السيئة الظروف الاقتصادية دي دلوقتي الحياة النشر أولا قبل بيحرص على التواجد ولكن الآن هي أكثر حرصا على توجد أكبر عدد من النشرين يعني معرض الرياض كان فيها أكثر من 300 نشر صحيح المعرض جدة الآن 120 نشر المعرض الكويت كان فيه 60 نشر حسب المساحة لو يسمحوا بأكبر من كده هيبقى موجود كان فيه في جدة وفيه المدينة بعد كده كان يعني اتعامل السلفات لأول مرة وكان فيه عدد كبير جدا من نشر النص اللي يمكن احنا نشرين مصرين 70% تقريبا من من عدد المشاركين بنغازي احنا كنا 80% من المشاركين وانتقلوا من بنغازي لجامعة طبرق ففيه فيه حرص كبير من النشرين المصرين على التواجد على المستوى المعارض العالمية في أي مكان نعم بنشكر حضرتك كالأستاذ سعيد عبد ورئيس اتحاد النشرين المصريين على وجودك معنا وطبعا من اتمنى لكم كل التوفيق في النسخة رقم 54 من معرض القاهرة الدولي للكتاب شكرا لجودك شكرك وشكرا للمشاهدين واتمنى ان شاء الله يكون معرض يحقق يعني الرغبات القارئ وفي نفس الوقت يحقق نجاح للنشر بإذن الله وحراك للصلاة النشر وده اللي احنا عاهدناه دايما في النسخة السابقة من معرض القاهرة الدولي للكتاب اشتركوا في القناة